سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الحلقة الثانية خاصة من قصة سيدنا 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 أتذكر أنه حصلت مشاكل في المرعة بين أبرام ودخوه لوت لوت وعمه اتفقوا بطريق ودية إنه لوط يختار ليه أرض تانية ولوط فعلاً قام عاية للمنطقة اللي كانت حوله آي وبتذكر إنه قالوا اللي قاها منطقة هذه الأردن ممتدة من مدينة صغر وجميلة زي مصر وكانها جنة الله على الأرض دا كلام صح وده كان قبل ما الله يدمر سدوه معمورة المدينتين كانوا هناك آي ولوط يختار أرض هذه الأردن الجميلة دي ورح الليها دا كلام صحي أيوا يا خالت صفية وبالطريقة دي المشكلة تحلت آي وإبرام ولوط بيقوا بعيدين من بحر لأنه إبرام بيقى في كنعان ولوط سكن في منطقة وادي الأردن جم مدينة السدوم آي صح وسدوم دي يا جماعة سكان كانوا ضالين وبعيدين عن الله لا والله شاطرين حافزين كويس جدا ما ناسين أي حاجة حتى عليكم اللي دينا كتير نزار اللي من الحكاويت السمحة يا خالت صفية واسمه إبرام يا خالت صفية ولا اسمه أبرام اسمه أبرام أهو أبرام أهو أبرام بقى عليش مع مشكلة المهم إنكم حافزين كويس أها وبعد ما أبرام ولوط تفارقوا الله سبحانه وتعالى قال لأبرام يا أبرام من المكان اللي انت فيه دا أنظر في الاتياحات الأربعة الأرض اللي انت شعيفة دي كلها أنا حديك ليها ولي زريتك للأبد يا سلاة وحخلي زريتك كتيرة زي رمال الصحراء ما شاء الله ما شاء الله وإذا فيه زول قدر يعيد رمال الصحراء زريتك برضو حتتعدها طبعا دا ما ممكن ما ممكن ما ممكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قالوا يا أبرام قوموا وصير في الأرض دي بيطولة وعرضة لأنني حديك ليها وبعد ذاك يا جماعة أبرام رحلوا مشا سكن في مكان اسمه بلوطات مامرة وكان اسم المكان دا لأنه كانت فيه أشجار بلوط مملوكة لزول اسمه مامرة الأموري في حبرون اللي هي مدينة الخليل حسي مدينة الخليل الحسي دي؟ آي يا صلاة وهناك أبرام برضو بنا منصة لتقديم الضبايح لله وفي الوقت داك كانت مدن وادي الأردن اللي هي سدو معمورة وأدمى وصبوية مبالع تحت سيطرة حلف قوي جدا جدا كان ممتد لغاية مناطق العراق وإيران حاسي لكن المدن دي اتمردت على الحلف دا وقامت حرب وجيش الحلف دا هاجم جيش المدن المتمردة في وادي سدين وهزمهم لدرجة إنه ملوك سدوم وعمورة نفسهم هربوا ولوط كان من ضمن الأسرة اللي انتزعوا منهم أملاقهم مع أملاك سكان سدوم الآخرين لكن واحد من الناس النجو من الحرب جرى لأبرام الكن ساكن حبرون قريب من حلفاؤه وقال ليهو يا أبرام يا أبرام أنا واحد من أهل سدوم كانت في حرب كبيرة في منطقتنا وجيشنا الهزمة وفي ناس ماتوا وناس يتأسروا وناس هربوا وأنا أنا واحد من الناس الهربوا الله والدخول لوط ساكن هناك انت بتعرفه؟ أيوة أيوة يا أبرام بعرفه بعرفه كويس أنا عاوز أعرف حصل عليه وشوفه أيوة بعرفه كويس جنود الأعلى فعلا حسروه وكمان أخدوا أملاكه وفي الحقيقة أنا جد بكل أسف عشان أبلغ بالخبر الكعب ده وأبرام يا جماعة بعد ما سمع الخبر ده جمع كل رجال المتدربين على الحرب وكان عددهم 318 راجل ونشأوا في داره ومشوا كانوا معاهم حلفاؤهم ممر الأموري وأشكول وعانر وطاردوا العدل غاية منطقة الجولان واستمروا زحفين لغاية ما وصلوا للمكان المأسوفي هلوط وفي الليل أبرام قسم جيشه وهجم على جيش العدو من اتجاهات مختلفة وهزمهم في معركة كبيرة جداً وطاردهم لغاية حوبة شمال دمشق دمشق؟ وأبرام فك ودخوه هلوط وفك معاه كل المأسورين ورجح كل الأملاكة المنهوبة وفي أسنار وجوعه من المعركة استقبلوا ملك ساليم اللي هي مدينة القدر واسمه ملك السبخي استقبلوا في مكان اسمه واد الملك اللي كان قريب من القدر وملك السبخي ده كان راجل تقي ومن رجال الله المتشفعين الملك ده استقبل أبرام وقدم ليه خبز ونبيز وقال ليه يا أبرام تعلي عشان أدعو لك الله يبارك فيك يا أبرام الحمد لله خالق السماوات والأرض أن نصرق على إعداءك وأنا أسمح لي يا مولاي أقدم ليك عشر أي شيء أخذناه من العدو وأبرام فعلا أدى ملك السبخ عشر غنيمة الحرب حاجات كتيرة دي كتيرة شديد وكمان كان في ملك تاني هو ملك سدوم ملك سدوم ده استقبل أبرام وقال ليه يا أبرام ماذا يركت الدين أي شيء من الغنيمة بس فيك لين أسرانة اللي أسرتهم وخلاص لا لا يا سيدي أنا حلفت بالله سبحانه وتعالى قال والسماوات والأرض أن أرجع لكم كل شيء أخذتكم من سدوم في المعركة عشان ما تقولوا أني بقيت غني بحاجاتكم اللي خطها منكم في الحرب بس الشيء الوحيد ما سأقدر أرجع لكم هو الطعام الأكلوه جنودي لما كانوا في المعركة وكمان حلفاء يساعدوني برضو حاديهم نصيب من الغنيمة وبعد ذاك الله سبحانه وتعالى قال لي أبرام وفي رؤية ما تخاف يا أبرام أنا هحميك وأجرك عندي عظيم لكن أبرام قال يا رب يا رب أشكرك على كل الخير لديتني له لكن أنا حزين حزين لأنه ما عندي ولد يورسني والخدام بتاعي لعاذر الدمشغي هو الحيورسني عشان أنا ما عندي جنة و الله قال لأبرام لا يا أبرام الحدام بتاعك ده ما حيورسك ابنك اللي حتولده هو الحيورسك وبعد كده الله طلع أبرام برا البيت وقال ليه يا أبرام عاين للسماء وعد نجومه لو بتقدر زريتك برضو عدده حيكون كبير وما يتعد بسهولة وأبرام طبعا يا جماعة امتسل لكلام الله وآمن بيه و الله ريد عن أبرام وميزه بأنه رجل صالحي وبعد كده قال ليه أنا الله الرحمن الرحيم طلحتك في السابق من قور الخلديانيين عشان أديك الأرض دي لأنها حتكون ملك لزريتك في المستقبل وأبرام لأنه في النهاية بشر شكه وكان عايز يتأكد أكتر عشان كده قال لكن يا رب يا رب يا قادر كيف أعرف إن ذريتك حتملك الأرض دي في علم؟ و الله سبحانه وتعالى قال ليه يا أبرام جيب لي بقرة وعنز وكبش كلهم يكونوا عمر ثلاث سنين و جيب ليك حمامتين برضو وأبرام نفذ أمر الله و جاب كل الحاجات المطلوبة دي و شقّل بقرة والعنز والكبش من النص لكن ما شقّل حمامتين والسجور نزلت على الحيوانات المطلوحة لكن أبرام كان ينهر و لما الشمس قرب التغيب أبرام شعر بالتعب والنعاس و نام فعلا و في أثناء النوم جعله ضلام شديد و مخيف و الله سبحانه وتعالى قال ليه يا أبرام أنت بعد عمر طويل حترحل بسلام وتندفن بشي بصالحة وأنا بأكد ليك أن زردتك حيتغربوا و حيكونوا في بلاد غير بلادهم و قال لي البلاد دي حيستعبدوهم و يزلوهم لمدة أربعمية سنة طويل شديد لكن أنا في النهاية بعاقب الناس اللي حيستعبدوهم دين و زردتك حياخدوا منهم حاجات كتيرة و حيرجعوا هنا تاني و في الوقت داك شر الكنعانيين هنا حيكون زاد و فات الحد و أبرام بعد معصحة من النوم يا جماعة قال دا شنو؟ دا شنو دا؟ الدنيا مظلمة شديد؟ أوه، أنا الظاهر نمتة كتير داك شنو الماشي هناك؟ دي شنو الماشي هناك وصل الحيوانات المطبوحة دي؟ و أبرام شاف لمحة من جلال الله متحرك وسط الحيوانات المطبوحة على شكل شعل و دخين و في اليوم داك كان عخد الله لأبرام الله قال لي أبرام يا أبرام أنا حد الأرب دي ليزوريبتك من وادي العديش لنصر القرآن طبعا يا جماعة نعم، لغاية الوقت دا أبرام ما كان عنده جنع صحيح لأنه زوجته ساراي كانت عاقب لكن معا كده ساراي كان بتفكر في موضوع الأطفال دا بطريقة تانية عشان كده ناد الزوج يا أبرام وقالت ليهو أبرام أيوة أيوة يا ساراي يا أبرام أهام أبرام طالما إنو الله ما رزقك مني بي جنع أنا عايزاك تتزوج أتزوج؟ أي ليه؟ عايزاك تتزوج جارياتنا المصرية هاجر إمكين الله يرزقنا منا بي أطفال وأبرام وافق على طلب ساراي وتزوج الجارية المصرية هاجر بعد عاشر سنين من استقراره في بلاد كنعان وهاجر حملت منه وبجرد ما عرفت إنه حامل بيقت تتكبر وتتمرد على ستة ساراي عشان كده ساراي زعلت جدا وقالت لأبرام يا أبرام أيوة دا كله منك إنت إن أنا؟ أيوة أنا داتك هاجر عشان تتزوجة وجيب لينا جنع لكن حس لما حملت طلعت لي في راسي كيف؟ ويت ولا هميك ولا مهتم بالحاصل الله ينصفني الله ينصفني يا أبرام وياخد لي حقي منك يا ساراي يا ساراي جاريتك عندك سوي فيها الدائرة السويه طيب وساراي بيقت دايما تزيل هاجر وتعاملة بقسوة شديدة لغاية ما طفشتها من البيت طيب يا جماعة خلونا نقيف هنا الليلة كيف؟ لغاية مهدا2 تتعاملةил ليلة تعبت وتغادت قصة يا أخوان